أقامت مبادرة عمال للكوميديا ورشة تدريبية تحت عنوان إعداد وتقديم كوميديا ستاندب وكتابة البرامج الساخرة الكوميدية تهدف هذه الورشة التي تستهدف الشباب من عمر 18 إلى 45 عاما إلى إعداد جيل جديد من الكوميديين ودعم ثقافة الكوميديا في الأردن نتابع بمشاركة 32 شاباً وشابة من جميع المحافظات يزعى نادي عمال للكوميديا إلى تعزيز المواهب الصاعدة بمجال الكوميديا بأسلوب أكاديمي لتدريب الشباب الأردني من الراغبين بامتهان هذا المجال نادي عمال للكوميديا هو مبادرة شبابية أسسناها عشان نخلق هاي روح الكوميديا الموجودة في الوطن العربي ولكن نحاول نعلم الشباب الصغار الأسس الصحيحة للكوميديا عشان يطلعوا عارفين بالضبط الكوميديا كيف بقدروا يعملوا الستركتشر تبعها كيف بقدروا يبنوها تستند ورشات العمل على المواهب الفطرية التي يتمتع بها الممثلون الكوميديون الذين يسعون الاقتباس ظروف حياتهم اليومية وتحويلها لمحتوى تمثيلي مليء بالمرح والسخرية مادة تدريبية كثير رائعة كمان فهذا الاشي ان شاء الله يعني رح يثمر بكل الفريق الموجود الفريق الموجود كلاته عنده اهتمام بهذا الموضوع والله هاي الورشة يعلمتني الأساليب والتكنيكس اللي بقدر أستخدمها عشان أكتب محتوى ساخر سواء لبرنامج كوميدي أو لأداء ستينداب كوميدي ورشات العمل بمجال الكوميديا تؤكد على دور الفن بخدمة قضايا المجتمع بأسلوب هادف يغرس الوعي لدى الشباب إذن مبادرة نادي عمال الكوميديا تهدف إلى وضع الأردن على الخارطة العالمية في فن الكوميديا المباشرة ليؤدي ذلك إلى ترسيخ هذه الثقافة لما لها من أثر بالتعبير عن الواقع بقالب يعالج قضايا المجتمع الأردني بأسلوب مسل ومختلف أيمن لحمود المملكة عمال ومعنا أحد العضاء المؤسسين لنادي عمال للكوميديا يزان أبرو سبع الخير يزان أهلا وسهلا فيك النادي جديد بلشت فيه المبادرة هي بلشت يوم الجمعة واللقطات التي شفناها كلها لقطات حديثة خبرنا أكثر من أين جاءت الفكرة فكرة نادي عمال للكوميديا طلعت معنا صراحة من تقريبا مدة سنتين بلشت لأنه كنا عم ندور أنه بدنا ناخد ترينينج كوميديا واكتشفنا أنه بالأردن ما فيه ولا حتى في المنطقة العربية نعم سأشأت صدفة أنه العام الماضي شاركنا بأول دورة تدريب كوميدي على سكيتش رايتينج والكوميديا الارتجالية ومن بعدها حبينا أنه نتوسع أكثر يعني ناخد أكثر من هذا النوع من التدريب فتواصلنا مع وتعاوننا مع منظمة كونرد الألمانية اللي هم يحبوا يدعموا هاي المبادرة ويشاركوا يعني يكونوا شريك في هذا المشروع نعم وتواصلنا مع معهد ساكن سيتي الأمريكي اللي هم أكبر معهد لتدريب الكوميديا في أمريكا تمام وعن طريقهم يعني أملنا ترتيب أنه نستقطب تالنس مواهب جديدة في الأردن وندربهم على فن الستاندوب كوميدي وفن كتابة الكوميديا الساخرة نعم طب هلأ كم مثل ما ذكرنا بالتقرير الأعمار من 18 ل 45 45 كم شخص سجل بالدورة الأولى لغاية الآن الورش الأولى تقدم فيها تقريبا 75 طلب واخترنا منهم 32 مشارك ومشاركة من كل أنحاء الأردن نعم هل المتقدمين كانوا مؤدمين على الكتابة ولا مؤدمين على تقديم الكوميديا؟ طلبنا من المشاركين تقدموا إما بفيديو تعريفي أو فيديو لعمل سابق وإذا كان إليه محاولات أو يتقدم بمقال ساخر والأغلبية صراحة قدموا التنين يعني في ناس بتحب تشوف حالها أكتر بالكتابة وفي ناس لا أحب يطور من نفسها أكتر أنها تكتب وتقدم تمام هلأ يمكننا يعني استغرابكم ما كان بمكانه لأنه موجة الكوميديا والستاندب كوميدي موجودة يعني بكل مكان بالعالم وخاصة بعالمنا العربي ولكن للأسف يعني هي شعرة كتير بسيطة بين أنه الشخص يكون فعلا حدا كوميدي حدا بضحكنا وبيوصل رسالة وبين أنه يكون مائلو بكل هذا الموضوع نهائي مزبوط كلامك صحيح كلامك صحيح بس جزء من التدريب اللي عم نركز فيه أنه بدون يعني بدون ما تحاول ما رح تعرف وين هاي الشعرة يعني مرات لازم تجرب والحلوة أنه احنا منعلم يعني معلم أعضاء النادي أنه كيف نجرب بين بعض عساس نشوف أنه وين الأشياء اللي بتزبط اللي بتضحك وين الشغلات اللي طلعنا زيادة عن نزوم بس هي خفة الدم تدرس؟ لا خفة الدم بدكون موجودة بس يعني أنا كيف دي أدرب شخص أنه يكون كوميدي أو يكون دمه خفيف أو يكون عنده قبول على المسرح إذا كان ما عنده إياها أنا بحس أنه هاي بتنخلق معك يا أنت بتكون حدا كوميدي وقادر أنه توصل هاي الرسالة للعالم يا أنه أنت ما بتقدر يعني تأخذها من حدا ما بعرف صلح لي إذا ما ألوه تخاطئة هلا أدقلك الموهبة لازم تكون موجودة بس حلو بعدها أنه مع نادي عمان أنت بتقدر تطور وتسقو الموهبتك يعني الموهبة أنه أنت إنسان خفيف دم الناس بتضحك هذا يعني أظن أنها موجودة عند كل مشاركة اللي معانا طب إذا شكتوا حدا مش خفيف دم شو يعني فيه تمارين معينة بنعطيها للشخص بتصير دم وأخف؟ لا مش بتصير دم وهي فيش حبة يعني طب إلا شو بنعمل؟ لا هلأ هي زي كيف فيه ستركشور يعني فيه هيكلة معينة لصناعة النقطة ولا توصيل المعلومة للبشر ولا كيف تفاجئ الجمهور مرات في الحديث يعني ممكن فهذه هي التقنيات اللي عم نعلمهم عليها اللي هي اللي هي هون بيجي بدخل تدريب الكوميدي يعني ما منقدر نعلم حدا خفت الدم بس منقدر نعلم كيف كتابة المواد اللي اللي بتيجي وممكن الجمهور يتواصل معها ويصير فيه يحس أنه آه والله أنه أنا بشاركك هذا الشعور أنه عم بحكي عني طب هلأ أدي بالمية إذا من نعطي للنص وأدي بالمية من نعطي للأداء ولا خمسين خمسين بتقولك ممكن خمسين خمسين لأنه يعني إذا الموهبة مش موجودة ما بيأثر يعني إش حتى لو أحسن حدا كتاب لك أحسن أحسن محتوى ما حتقدر تأدي للجمهور بطريقة مناسبة يعني هذا ما رح يزبط بس بنفس الوقت إذا أنت مش يعني إذا أنت يعني عندك الموهبة وتعلمت التكنيكز تاعت معهد ساكن سيتي وتاعت نادي عمان للكوميديا ممكن أنت تطور نفسك وهي هنا بتيجي على الشخص المشارك نفسه هل أنت حاب أنك تطور نفسك في هذا المجال وتتعلم وتستفيد ولا حاب تضل محل ما أنت تمام أن الموهبة ممكن توصلك لحد معين بعدها أنت بحاجة للمزيد يعني بحاجة بحاجة لتقرأ أو مجوز أو تتعلم أو تشارك في التدريب لتطور الموهبة هاي عندك أكتر نعم طب بهاي المبادرة نادي عمان للكوميديا بس عم بتضربوا على الستاندب كوميدي وعلى الكتاب بهذا الموضوع ولا الكوميديا بشكل عام بلشنا بهاي الورشة أنواع الكوميديا هي أكتر من نوع نعم كوميديا للستاندب والكتاب الساخرة للمواقع الإلكترونية في الكتاب الساخرة للتلفزيون لأنه بتختلف حسب طبيعة الجمهور حسب طبيعة المكان اللي أنت عم بتأدي فيه في كوميديا مش موجودة عندنا في الأردن ولا بالعالم العربي هي كوميديا الارتجالية وهي ثقافة كتير كبيرة موجودة في أمريكا وفي الدول العالم حتى بشكل عام هدول رح كلهم يكون فيه عليهم وشات هدول رح يصير يعني أننا نغطي كل مرة جانب معين وبالإضافة الأعضاء النادي الملتزمين والمشاركين المتحمسين معنا لقدام رح نعملهم دورات متقدمة ولقدام برضو رح نفتح الباب ندخل كمان مجموعة جديدة من الموهوبين طب إيش شروط اللي كانت موجودة للمتقدمين غير موضوع العمر عشو تطلعتوا بالسي في طلعنا صراحة بشكل رئيسي على الفيديو المقدم أو على المقالة اللي نكتب يعني من المشاركين هذا هو كان الفيصل أكتر من أي شيء تاني ما حبينا نحصر فيئة العمرية فوق 18 تحت 45 أساسا نركز على الشباب بشكل رئيسي وصراحة أظن هذا كان كتير وكان أنه يكون المشارك متفرغ يأخذ الخمسة أيام كاملة معنا قدي وقت الورشة من يوم الجمعة بلشت بتنتهي إن شاء الله بكرة يوم الثلاثة كم ساعة باليوم؟ تقريباً كل يوم ست ساعات تدريب بس يعني إحنا نكون هناك تقريباً ثمان ساعات بالغدا والاستراحات نحكي عن تدريب عملي عن تدريب عملي تحكو لهم في تطبيق بالزبط وبيصير التطبيق مباشر يعني من ناحية التمارين اللي بيقدوها بطلاً حتى يعني الورشة هي نفسها كانت ممتعة لأنه المشاركين كلهم مهوغين ومسلين فيه عدد كبير من الإناث عشان عدد اللي بيقدموا الستاندب كوميدي شباب بحس أكتر إن كان بيعلمنا العربي نحنا ركزنا أكتر إنه يكون برضو فيه إناث وفيه عنا صراحة من الأشتر اللي موجودين يعني من الإناث وهذا الإشي يجوز بجمهور يستغرب ليش يستغرب؟ إحنا بالعكس أكيد الصبايا إحنا كتير ستتعدل نخفي برا أكرا من أشتر المشاركين كمان بس تقريباً نسبة 60% ذكور و40% إناث نعم حتى المتقدمين كانت نسبة الذكور أعلى نسبة الذكور كانت كتير أعلى من نسبة الإناث بس إحنا وزننا بالاختيار طب شو الفكرة أو يعني شو الاستفادة من أنه يكون إحنا عنا بالأردن يعني شباب كتير بيعملوا ستاندب كوميدي إحنا أريدي عنا وعنا أنا كنا نحس إنه عنا أعداد كبيرة سواء الناس بتطلعوا للتلفزيون أو عبر السوشال ميديا شو الهدف إنه إحنا نكثف هاي الأعداد أول إشي المحتوى الكوميدي بيتم استهلاكه بشكل كبير من الجمهور سواء اللي بروح بشارك بيحضر في مسرح أو اللي بيحضر على الإنترنت الاستهلاك كتير عالي فلو كان عندنا كمان لسه عشر تلاف كوميدي في الأردن في العالم العربي لأنه الجمهور بيطلب بده وبيهده هذا المحتوى والحبين نركز عليه إنه ننتج محتوى كوميدي ساخر هادف مش بس اللي هو الهدف إنه إضحاك الناس على حساب بجوز إنه نعمم أو إنه نستهدف مجموعة فئة ضعيفة لا إنه كيف نكتب محتوى كوميدي ساخر نكتب محتوى بمسنا نكتب مشاكلنا يعني بيوصل رسالة للجمهور بطريقة ممكن واحدة من الطرق هاي للموهوب الكوميدي نفسه هو عشو حاب يكتب نعم نحن ممكن نعلمه التكنيكس التقنيات نعم بس بعدها بترجع لإله هو عشو المواضيع اللي بيحب يختار إنه يحكي عنها كان الستاندب كان فيه هو ما زال فيه مجموعة بس المجموعة نفسها يعني بطلت تتركيز على الستاندب صارت تركيز أكتر على أشياء تانية ما زال موجود فيه مواهب كتير قوية بس هذول مواهب اجتهدوا كتبوا طلعوا في محتوى يقدموا للجمهور مرة واللي ما يعني التدريب بركز على أنه أنت كيف تقدر تطلع في محتوى مرة ومرتين وثلاثة وأربعة لتقدر تضلك يعني تقدر ضلك جذاب للجمهور تمام هلأ أنتو دربتو هذول الأشخاص ولقيتوا أنه في ناس فعلا موهبين وكوميديين شو الخطوة الجاي اللي راح أنتو تساعدوها يعني تساعدوهم فيها هلأ الخطوة الأولى راح تكون أول عرض ستاندب كوميدي يوم الخميس القادم للطلاب اللي شاركوا لأفضل طل المشاركين اللي مهتمين بالستاندب وإن شاء الله راح يكون في عروض تانية بعدها للمشاركين اللي ما راح يشاركوا في العرض الأول من هذا من جهات الجهة الجهة الثانية بنا حابين نصور بعض المقاطع السكتشات أو المحتوى اللي طلع معنا من الورشة نزله على السوشال ميديا عشان يعني نبلش نبني قاعدة جمهور لنادي عمان للكوميديا وللكوميديين الجداد اللي طلعوا معنا نعم نشكرك نتمنى لكم كل التوفيق إذن كان معنا يزن أبروز أحد الأعضاء المؤسسين لنادي عمان للكوميديا أعطيكم ألف عقب شكرا لك شكرا لك